أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطنية المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي مقاطعة الجبهة للانتخابات المقبلة لأسباب عديدة من بينها اعتراض الجبهة على القانون الانتخابي الجبهة الوطنية للخلاص اتخذت قرارا نهائيا بمقاطعة الانتخابات القادمة لأسباب عدة أذكرها بدون ترتيب أولا هذا القانون الانتخابي الذي مرة أخرى ينفرد قيس عيد بصياغته وحده لا شريك له إلى حد الساعة لازال تقريب عشرة أيام يفصلنا عن التاريخ النهائي لإصداره ولا أحد في هذه البلاد التونسية يعلم ما هو محتواه إلى ذلك قال رئيس جبهة الخلاص الوطني إن كل المؤشرات تدل على أن الأوضاع في تونس على وشك الانهيار ويجب إعادة ترتيب الأولويات معتبرا أن لا مخرج من الأزمة إلا بالحوار لا حل للأزمة الاجتماعية إلا بحل سياسي وهذا الحل السياسي بسيط من حيث التعبير عليه لا بد أن يلتأم التونسيون في طاولة حول طاولة للحوار فيما بينهم للاتفاق على مخرجات هذه الأزمة على الإصلاحات الهيكلية والعاجلة لإيقاف نزيف المالية العمومية لوضع تونس على سكة الخروج من هذه الأزمة انضموا إلينا من تونس مرسلنا خليل الكلاعي خليل أهلا بك ما أبرز ما جاء في مؤتمر جبهة الخلاص الوطني في تونس وكذلك هل من ردود فعل حول أعلان الجبهة مقاطعة الانتخابات البرلمانية نعم صديقا ربما لا يزال من المبكر الحديث عن ردود فعل حول موقف الجبهة اليوم لكن نحن نجيب الشابي بدأ بالحديث عن الأزمة السياسية في البلاد وتعرج على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ثم انتهى من جديد للأزمة السياسية على اعتبار أنه جبهة الخلاص الوطني يتعتبر أنه حل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي فصل أبعدها نجيب الشابي يمر حتما وبضرورة عبر حل سياسي وعبر حوار وطني شامل أعود إذن إلى الموقف الذي أعلن عنه جبهة الخلاص الوطني اليوم قرار نهائي بمقاطعة الاستحقاق الانتخابي الانتخابات النيابية المقبلة المقرر انعقادها في السابع عشر من ديسمبر كانوا الأول المقبل هذا الموقف ينسحب على كل المكونات السياسية والمدنية التي تضمها جبهة الخلاص الوطني وعلى رأسها حركة النهضة التونسية إذن هذا الموقف وفق نجيب الشابي يأتي بعد انفلاد الرئيس قيس سعيد بصياغة القانون الانتخابي دون تشاركية دون وضوح في كيفية صياغة هذا القانون وحديث بعض المراقبين كذلك من المهم أيضا الحديث عن هذا التفصيل حديث بعض المراقبين ومتبعين عن إمكانية تضمن هذا القانون فصولا تقر العزل السياسي لكن خاصة بالأساس وربما هذا هو العمل المحدد في موقف جبهة الخلاص فإن هذا الاستحقاق الانتخابي هو عنصر إضافي هو مرحلة متقدمة من مسار تصفه الجبهة بالانقلاب وبالمسار الانقلابي على المؤسسات الشرعية المبثقة عند الفصول العام 2014 وبالتالي الجبهة تكرس موقفها القائل بأن كل ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي هي لنتشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي نعم خليل الكلاي مراسلة الفيزيون العربي كنت معنا مباشرة من تونس شكرا لك